اشتركوا في القناة انا مايا صادق ميكا بارتس من اسكندرية بقية 15 سنة في المجال كنت انا لسه اقولك قصة انت يقولك كم سنة انت خطفت الموضوع على طول طيب بصي بقى معينا كده شوية اسئلة شوف بقى شطرتك فيها انا بصوا على فكرة هي مايا ميكا بارتس كويسة جدا جدا في اسكندرية بجد يعني في حد بيبقى معروف جدا وفي حد بيبقى لسه مبتدئ في المجال لا مايا معروفة جدا يعني كلما اكلمها كنت بلاقيها على طول بتعمل العرايس طيب مفيش الاول باكتجات للعرايس حلوة والله ايه وفيه عروض دلوقتي حلان بجد حلوة حلوة يعني طيب يا جماعة خلاص مايا عندها عروض هيزهر طبعا ارقامها والفيسبوك وكل حاجة قليلي بقى يا مايا تنصحي اي بنت بايه ان هي او تنصحي اي بنت ازاي تطور نفسها في مجال الميكا بدا اموان انا عايزاك تتكلمي عن الميكا بارتس وازاك تتكلمي عن البنات عموان بسي هو الميكا بعموان لازم هي تكون حبة ده من جواها لاني لو هي مش حبة مش هتعرف ان هي تطور من نفسها يعني مش مثلا ايه يعني هي حبة الميكا بدرت نفسها هو من جواها لو هي حبة حتلاقي نفسها اصلا بدأت تعمل كتير فهموا اصلي فهو الميكا بعموان لازم ينسي تكوني يعني بتتفرجي كتير بالممارسة يعني بالضبط بتتفرجي كتير بتتفرجي يعني دلوقتي السوشيال ميزيا بقت كتير قوي دلوقتي بنعمل بيزيوهات وحاجات منزيفة سهلة على البنات كتير قوي يعني مش محتاجة ان هي اصلا تخليها تبقى مش فاهمة كتير طيب وميكا بارتس لا قبصي هو الميكا بارتس دي بقى لازم مش هواية بس لازم كمان تبقى دراسة فلو الهواية بس مش هتتزي برده اكتر مش هتبقى فاهمة مع انواع البشرة بس اولي ميكا بشوف ساعات ناس وشاطرين جدا في مجال الميكا بارتس دا وعايز اقولك ان انا بشوفهم بيبقوا فعلا كانوا اخدانا هواية وماخدوش اي كورسات وشاطرين جدا في الموضوع دا بس هي بتبقى موهبة زي ما قلتلك بس هي ممكن تكون موهبة بتبقى عالية شوية بس يعني انا من وجهة نظري لازم بيبقى لتنين طيب معين سؤال بواحدة بتقول ازاي احاول ميكا بالنهار اللي هو بتاع الصبح يعني لميكا بصهرة بخطوات بسيطة يعني ما توقتش بقى تمسح كل دا من الاول تاني بس احنا عموما ميكا بالنهار بيبقى حاجات خفيفة يعني ان كان الاي شادو او البلاشر او الروج بيبقى حاجات مثلا خوخي المشمش الحاجات اللي هي اللي يعرف Machus قوي اللي ما بتبقىش فيها Lite كتير او Hi OUT watr وحاجات دي طمام دي هتبقى بحاجات اساسية خالصة اللواء حاجات مثلا مثلا بوضيلكح النوت الحاجات اللي هي اللي أعرف انت طبعا البشر بسعن بشرتنا احنا بتبقى قريبة منها هتيجي بالليل حتزود بقى علي الحاجات ال Hi outr شوية الحاجات اللي هي بتبقى فيهاальномعه شوية الروج بيبقى اقوى شوية مسلا عندك الاحمر SU mi BT تي الحاجات اللي هي بتبقى أقوى شوية للصهرة عموماً أما يعني الصبح لازم تبقى مهتمية بالهداوة بتاعتها شوفت يا جماعة ميكا بارتست رقيقة كده رقيقة قوي وعاصل قوي والله حاجة حلوة كده بصي بقى أنا عايزة أو قريت يعني كذا قصة كده إن كانت فيه واحدة صاحبة بيوتي سنتر عملت مشكلة واتهمت واحدة بالنصب بسبب إن هي روحت لها على إنها تحط لها ميكا بسوري تمام وهي أصلاً كانت عروسة فدايماً بيقولوا لي معظم الوقت اللي بيحصل كده عشان ميكا بالسوري بيبقى دايماً أرخص من ميكا بالعروسة بتاعت اللي هو الفرح أو الإيه أو الخطوبة إيه السبب يوميا؟ بسي هو بيحصل كتير قوي مش لازم يبقى سوري بس لأ ده فيه ناس عرايس كمان بتيجي مثلا تبقى خطوبة بتيجي تقولك أزفاف وتيجي تقولك أنا خطوبة طيب يوميا الصور الميا هي جماعة الصورة هي معينة على الشاشة بتاعت العرايس كلمين عنها؟ دي زفاف هي دي موديل دي كانت عاملة ميكا بصي هو زي لبناني شوية يعني نوعه هو لبناني شوية اللي هو الألوانات اللي بتبقى عارفة انسي مدية على البنكات شوية بس فهي هي أصلاً الموديل كانت أمورة يعني من غير حاجة طيب البعديها؟ البعديها اهي دي ويزي برضو نفس الكلام حاجات البنكات دلوقتي الموج بالألوان بتاع الميك اپ مثل انت شايفة Anthony الكاشميرات أموراً البنكيات والشيء يتجد على كل البنات ولكن هناك أشخاص يتجدون البنكيات يتجدون البنكيات يتجدون البنكيات ولكنها عموماً تفتح نقف عن الصورة عموماً يكون غير العروسة بتفري في إيه؟ ماتيريال يعني استبت بتاع الماتيري بتبقى أكتر شوية بس فيه ناس فعلاً يا موة بتستسهل بتقول أنا فعلاً أسهل أروح أعمل ميكوب صوري أحصل لإني طبعاً دبق الباكتجات تبقى غالية فعلاً فرقش هسع يعني أنا بشوف مثلاً أنا مشايزة أذكر أسعار بس بلاقي مثلاً فيه ناس ممكن تعمل حتى لو بمتين جنيه ميكوب صوري في حين أنت لو جيتي قارنتيب ميكوب عروسة أو خطوبة لأ فرقش هسع ففي ناس فعلاً يعني تقولك أنا يعني بيعتبروا نصبهما بيعتبروا نصب من الميكوب أرتس وميكوب أرتس بتعتبروا نصب أن هي جاية تعمل ميكوب مثلاً صوري وهي أصلاً أوريزي عروسة ما هو بصي هو الأسعار إحنا الوقت بقينا يعني المجال ده بقى كثير قوي تمام؟ تمام هي الأسعار بقت بتزيد ففي ناس برضو أنا بصي حواليك حاجة بس أنت يعني نبصي لها بحيطة إن أنا إيجي وليلي مش مشكلة ننسي صوري يعني وليلي ننشي صوري تمام؟ بس المتيريال دلوقتي يعني المتيريال بقت عالية يعني إن كانت صوري أو عروسة كده كده هي المتيريال بتبقى يعني مش مش كوبي أو اللي هي مثلاً حاجة تبقى مش أوريزي طب أصلاً يعني في كل ميكا بقى أرتس بتاعت تقول أنا المتيريال بتاعتي أوريجيال أنا متيريال بتاعتي كويسة طب وأنا أعرف منين؟ لا بتبين والله مينشي بس في ناس ما بتفهمش في ناس يا موية أصلاً ما بتحطش فما بتفهمش أصلاً هي المحتوط لها ده صحة ولا غلط لا بس يا حقوق منها إزاي ما قلت لك ما فيش دلوقتي بانت هزيلي بانت بابتعودش على اليستيوب مثلاً وتشوف بقى الفيديوهات وتشوف الحاجات اللي بتعملها إن كان كونتورين والله أنا ميكا باش يا كده بقى مينة والله عادي جداً بس يعني بس لأ هيبقى عندك برضو دراية يعني إيش هيبقى عندك دراية بس هي فعلاً هي بتفرق في ميكا بيبقى بتفرق مثلاً في اللوك بيبقى معلش يعني إيش هتجيبلي عروسة تمام؟ وهتجيبي صوري هتلاقيها ومع ذلك بوسي يعني في عروسة بتبقى عملة ميكا بسوء يعني ميكا بيدي جداً بتيجي تقولك مثلاً معيونش يا موية أنا عايزة ميكا بيدي صح؟ وبتبقى دفعة باكتج بسي تيجي تقولك أنا عايزة ميكا بها دي بسي هو كل ملامح يعني كل واحدة ملامحة تختلف ممكن تيجي ملامحة مثلاً تبقى رائية قوي وملامحة هيو ما تبقى محتاجة ميكا بيدي جداً نحن الفرحة انت بتعمليه له انت اللوك اللي هو عايزه ولا اللي انت شايفها عليه بتقوله له أصلاً؟ بسي أنا في نفسي في بسي مثلاً إيه أفضل معظم العرايس تيجي تقولك إيه أنا عايزة صورة زي دي طيب أول حاجة برد عليها ملامحك لازم تبقى شبهها مش هقولك مثلاً كوبي منها لأ ما شبهها حتيت إنه أنا أعمل أعمل مثلاً حاجة أنا مثلاً وانا شايفان إيه حكي عليها وجايبلي حاجة عايزة نفسها إن هي أول ما بيجي بسأل العروسة مثلاً بقول لها انت بتبقى عايزة مثلاً الميكا بإيه هاي دي أصلاً كل واحدة زوقنا بزي بعض أنا زوق إيه غير زوق إيه غير زوق إيه غير زوق إيه كلنا زوقنا غير مختلفة يعني فلما بتيجي تبقى مثلاً خلاص هي عايزة هاي دي فمشوها نفس النبط بس باللي بيليق عليها صح صحيح ما قصدي؟ صحيح ما بقى ساعات أوقات أصلاً بيشوفوا إن الميكاب أرتست ممكن أصلاً يكون زوقها مش حل وتعمل لك ميكاب زي الزفت فهي بتيجي بقى ساعاتها تتفلصف عليك وتقول لك لأ أنا عايزة الميكاب تا مع إن هي مش عارفة إن ممكن تكوني إنتي شايفة إن الحاجة دي هي اللي لايق عليها أو إنتي طبعاً درسة كل الوشوش فعارفة إيه اللي بيليق على وشة نفسها بالضبط ما هو ده أنا بقول لها إنسي مثلاً إيه حتيجي أنا بخيرها أو بشوفها هي مثلاً أنا خلاص ببقى شايفة طبيعة وشاعة عملة إزاي تمام؟ في مثلاً زي العيون هو الميكاب عموماً عيون صح فأنا مثلاً لعية جيفني عنيها مثلاً واسع مثلاً ومحتاج مني شغل فتيجي تقول لك مثلاً عايزة حاجة رئيئة تمام حنعمل ألوانات رئيئة بس باختلاف إن إحنا هنقطر شوية نبرز العين مهما هحط حالي نفسي برضو في مساحة عندي لسه فضية طب هوا إيه ما هي الفرق بين الميكاب أصلاً الخليجي والمصري؟ في اختلاف؟ بسي اه في حد تطلبه أصلاً؟ هقول لك اه أنا جات لي عروسة كانت حطها ميكاب فول ميكاب جاي بتحجز ما هي حطها فول ميكاب فالدرجة ده نقطر هتبقى أنت جاي تحجي دي عندي ليه يعني أنت أنت جايلي ما شاء الله برموش و جايلي فول ميكاب فهتضطر إن انت تغيرها النمط يبقى ما بين اللي هو الميكاب المصري أو الميكاب الليبناني الميكاب خليجي لان هي قريدي بتحط فالميكاب الخليجي ده بقى بيبقى عارف أنت فيه بقى كمية رسمات اللي هو القحل بقى الكتير العيلينر كتير الرسمة ذات نفسها بتبقى برزة العين قوي لأنهما هناك بيحبوا قوي العين المكحلة والرموش التقيلة فده هو ده أكتر حاجة ممكن عارف أنت ده خلاص هو ليبل يعني أكتر حاجة في الميكاب طيب هو إيه يعني أكيد أنت الأيام دي فيه ألوان كتير طلعة جديدة ومروجات وكده إيه الألوان يطلع في روجات جديدة وإيه الألوان يطلع في هو الجفن والحاجات دي الحاجات الجديدة يعني في الميكاب ما قلتلك هي الألوانات الجديدة حتى الشيطة اللي إحنا فيها دلوقتي اللي هو الخوخي المشمشي فما الألوانات اللي هي ذي هي ذي اللي حتلاقيها دلوقتي بقت العرائس حتى متركز عليها وحتى يعني بتناسب عرائس وبتناسب كمان الناس اللي هم بتوع الجامعات البنات اللي بيخرجوا خروجها عادية ده بقى ده تطلع والله يا موية أنا لا شايفها هو مش عشان بالأحدث في الألوان أو كده برضو هو الألوان اللي تليق على البنعي ده ملي قد تلت ما هو ده اللي أنا قلتهي لك في الأول اللي كل واحدة ملمحها بتختلف وكل واحدة ليها ستايل معايز أنا ممكن يعني أنا ممكن دراسي يعني مثلا في مثلا بنيوتس يجي تقول لك أنا عايزة الميكاب رائي فمهما هتقنعيها خلاص هي مقتنع أنها مش عايزة تحط حاجة غير أنها تبقى رائية بس بيليق عليها يعني في الأول في الآخر اللي يليق عليها طيب إزاي سبت الروج بقى المدة طويلة أطول مدة ممكن أسبتها مشكلة أي عروسة إن الروج ممكن لما يجي أكل أو أجي أشرف بسي أنا أهم حاجة عندي الروج الشفاف ذات نفسها تبقى مترطبة كويس بيباش فيها غمقان طبعا نعملها سكرب بعد كده بنحط طبعا اللون طبعا أكيد ما تريد تبقى كويسة بحيث إن هي برضو ما تعملش معاينة يعني ما تتمسح بسرعة تتشال بسرعة كده يعني وبعد كده بنسبتها بلوس باودر بسيكون شفاف هو في بوجود يا موية بتأثر أصلا على الشفاف وبتبوزها لو هي مركتها مش حاوة بجد؟ بتأثر عليها إزاي طيب؟ بسي أوها مش بتأثر يعني بتخيها مثلا تشقق تلاقي بعد كده لو انت بقى هتتضيق أيام كان عموما لو الميكاب مش مترطة بطاعته كويسة هتلاقي البشرة يعني بالذات بقى لو انت بتحطي ميكاب كتير فحتلاقي أصلا البشرة بتبقى مجهدة بالذات لو انت حتى بسي أنا واجهت نظري إن انت حتى لو بتحطي ميكاب مترطة كويسة بس لو بتتعويذي برشتك عليها كل يوم هتتقذى طبيعا هي يمكن بقى عيون بشرة شفايف طيب هو لو عروسة أو واحدة عندها حبوب حب شبيب طيب الميكاب بيبقى عليها غلط ولا لأ وإزاي أصلا أداري الحاجات دي بتتديرها بسهولة ولا بصعوبة؟ بسي أنا لما بيجي لي حد عنده عروسة مثلا بتبقى عندها حبوب أو مشاكل في بشرتها الأول بسألة طب انت سألت دكتور أو روحتي الدكتور يعرف دي سببها إيه؟ ما هو أكيد أي حاجة حبية بتطلع في البشرة بيبقى ليها أكيد سبب إلا إذا ما تكون دي طبيعة بشرتها تمام؟ وممكن البحبوب دي تطلع نتيجة برضه إهمال بشرة أوه طبعا وبتطلع برضه نتيجة تنظيف بشرة في تنظيف بشرة كتير قوي بالذات لو أنت بتسمعي عن الحقنة الإبرة أوه وفي ناس بتستخدم حقن كده زي سرينجة تفضل تعمل فدي بعد ما بتعملها تلاقيها بعد كده عملت على طول حبوب طلعتها برا طيب كميلي مع دي السينا أنا كنت عايزة بس يعرضونا الصور تاني بس فإن كان الحبوب دي أنا أول حاجة بأسألة اللقيتها بتقولي لأ خلاص مفيش بنتطار إن إحنا نعالجها بالميك أب إزات لو عروفها الصورة هي 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 دي لا اللي بعديها بقى لا اللي بعليهم يا جميع الصين الصور التانية وديس برضو شوفناها أول بعد ديها بقى نتفرق أيوة وزي ده بقى بسي هو ده ماكس شوية حتى بسي انت شوفتي الألوانات عاملة ازاي ده حتلاقيها برضو في شوية نسبة كده من عارفة انت الكحل تسيقيل شوية الخليج شوية مع اللبنان شوية آه دي كتا روصة يعني هو بسي النمط بتاع الميك أب دلوقتي الأيام دي هتلاقيك كده نفسها طيب آخر حاجة عايزاك تقولي هالي إيه الطريقة الصح عشان أخلي وشي منور كده بسي أهم حاجة زي ما قلت لك يعني عشان نبقى وشينا كويس في الميك أب وفي الطبيعي يعني عشان نبقى نبقى بيها وترتيب للبشرة وسكرب على الأقل حتى يعني مش عليها هو مرة في الأسبوع طيب لازم نشيل خلايا الجلد الميتة اللي كلها اللي بتبقى في البشرة وتركيمة بقى انت بتنزلي في هوا بتنزلي شمس بتتعرضي الأطربة فكل ده لازم يبقى منظفين البشرة ده اليومي العروسة بقى في حاجات كثيرة احنا بنعملها بقى للعروسة أولا زي ما قلت لك ترتيب بنحط برايمر طبعا بنعمل زي كالجن كده البشرة انه يعني يعرف انت اللي هو يجدد الخلايا ويجدد دورة الدموية في البشرة وطبع اللي بقى بتحطي كريم الأساس ده لازم الأساسي كل طبيعة بشرة مختلفة يعني الجفة تبقى غير الدهنية غير المختلطة لازم يبقى فيه كريم أساس نوع كريم الأساس أصلا يبقى مناسب للبشرة عشان ولا يجير ولا يشقق يعني تلاقي العروسة تبقى تحس ان هي بيور كده فبعد كده طبعا انت بقى بتحطي مثلا لو في بقى حاجات انت بيتداريها قبل الميك اوب طبعا لو في بقى زم انت حبوب هلات فده كل ده بيتدارة طعم نورتني يا موية مبسوطة جدا انت كنت معي عايزة اشكرك عايزة تقولي ايه بقى لأي بنوتة بقى في الآخر والله يبسي يعني انا بقولي اي منت منين لازم تهتم بنفسها تهتم ببشرتها اهم حاجة لان دي مشكلة فعلا كبيرة بزيت العرس لما بتبقى جاية مثلا قبل تبقى جاية وشها تعبين اه تعبين جدا وبتبقى فيه مشاكل كثير في البشرة فلازم تبقى مهتمية قوي ببشرتها دي اهم حاجة طول ما انت مهتمية البشرة هتلاقي اي حاجة انت بتعمليها هتلاقيها بتبقى حلوة جدا طيب انت يعرفي اكنا ما كاملتناش بس بسرعة مش بسرعة سودياني انا عشان انا اخدتك معلش في السلام انت ما كاملتناش موضوع الحبوب ده كامل هولنا بقى يعيش في الايه اا اا اقولتلك ان هو اهم حاجة ان ينسي تكوني عارفة ده سببها ايه ملهاش سبب بقى ممكن تكون نفسية ايه فهتدارة بالميك اف فيه اللي هي عجلة الكونتورينج مش عاجلة الكونتوريجية اه فهي عاجلة كده بتاعتمصححة ال الحاجات اللي بتبقى في البشر مش مش لطيفة زي الهالية الحبوب الحاجات دي فطبعا برضو احرجى تاني حضرت ببشرتنا وبعد كده هنحط برايمر وبعد كده هنحط خافي عيوب اخدر للحبوب يكون اخدر لونه اخدر وبعد كده طبع انتش بتحطي بقى مواني انا بتخافش انت بتحطي كده العروسة والشافي حبوب بتخافي صح عندك فرش متخصصة انت طبعا بتفتحي الباكت وبتحطي بها لو عندها اي زيفوهات او زي الحبوب دي بالذيت طبعا انت بتترمى كل ده بيترمى مينفعش ان انت تستخدمها لعروسة تانية او لأي بنوتة تانية طبعا انا بقى لا يعني طبعا اكيد في حبوب بتبقى يعني اقوى وبتبقى كتير فطبعا ماينفعش ان انا حتى بالروحة قوي عشان كمان انا ما خلياش تنتر في الوش اكتر فبس بس هي بتبقى الياني عارفة انا خلاص استخدمت دي لها فبتترمى ما بستخدمهاش تانية بس بس هي بقى زي ما قلتلي كده انا هو حاجات كده بسيطة بتتديرت ومع الاهم حاجة ان كريم الاساس بيبقى مناسب لبرشيطه عشان مايباش مبين كل دي فهات حتى لو حنخفيها مايباش باين نورتين يا موية ولا رصدكم منور بيكو بيكو يا السلام عزدي المشاهدين انا برداش اكون موية تانية انا بحبها اوى عسوله كده وفاصل وانتظرون اشتركوا في القناة